كشف وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب فتح أن ميليشيات الحوثية الموالية لإيران تنهب 65% على الأقل من المساعدات الإنسانية والغذائية الموجهة لليمنيين عبر ميناء الحديدة في تصريحات لوكالة أنباء الإماراتية وام قال إن الميليشيات التي تسيطر على ميناء الحديدة تنهب المساعدات لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي ضاربة عرض الحائط بأرواح المدنيين وظروفهم الإنسانية الصعبة